اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بما يلبي الطموحات والتطلعات المشتركة واشار سموه الى ان اوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين تشهد تناميا مستمرا في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية الاردنية من حرص متزايد على تطويرها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم اخاه جلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في اطار ترأس سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الامم المتحدة في مدينة نيويورك حيث نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله الى اخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين وخالص تمنياته للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وابنائها بدوام الازدهار والتطور فيما ابلغ صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية سموه بنقل تحياته الى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واكد سموه خلال اللقاء ان مملكة البحرين حريصة على مواصلة مسارات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة الاردنية الهاشمية وتوسيع افاقها نحو مستويات اكثر تكاملا استنادا الى ما يربطهما من علاقات راسخة في شتى المجالات وذلك بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد المستجدات الاقليمية والدولية